موسيقى جسر نیریا مانگلம் وحی مآروفت الْبِبَوَوَابَتْتِينَ مِنْتَقَتِينَ اِذُوكِ يُمْكِنُونَ دُخُولِ اِذُوكِ خِلَاؤَ هَالَ لْجَسْرَ وَلَنْ سَنَكُومْ بِزِيَارَتِ سُوْدُّوَذِ فِي اِذَكِّ سَد्दُ اِذُكِّ سدون إذا كوهو أكبر سدون في ولاية كيرل تقو على نهر بريار إنه أول سدون قوس في آسيا يقو سد شيروسون في بيريا هال سد جزء من سد إدوكي تتوفر مرافق القوارب هناك تقو محطة مولامتم للطاقت وهي محطة الطاقت الرئيسية في ولاية كيرل هنا سد ماتبت يقو سد ماتبت على نهر مدر بل تقو بي پڑلی واسل أول محطة طاقت في ولاية كيرل هنا سد ملنگر سد کنڈل سد کلماو مغايرا هذه هي السدود الرئيسية في إدوكي الآن يمكننا رؤية شلالات سلالة جيبارا هي مقصد السياحي شهير في مولا من هنا يمكن جميل المياه انتصاقطت في سبا طبقاتك سلالة انجرل هي منطقة جزق السياحي رئيسية في إدوكي هذه بداية سد إدوكي تحسوس هذا المكان هو النفق الذي يجلب الماء إلى سد إدوكي التالي هو عن الهدائق الوطنية هديكة إرابيكولم الوطنية هي أول هديكة وطنية في ولاية كيرل نيل جريغورد هو الهيوان المهمي الرئيسي في المكان تعيش هنا العديد من الهيوانات النادرة التالي هو الهيوانات الوطنية في منطقة إدوكي المكان مشهور بأدوان الفينا التالي هو الهيوانات الوطنية في ولاية كيرل توجد هنا نباتات طيبة ناظرة جدا وبالمثل تعد آن مديشالة وشينا عبات محمية أخرى في منطقة إدوكي لعم كلميرد إنها عنية بالرياح التي لا يمكن إيقافها يوفر إطوالة جميلة على مزارع تام المالي منطحف سندل مريوت يشتهر المكان بأعبات خشب السندل الكثيفة موسيقى 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 إنه ثاني أكبر جبل في ولاية كيرل بعد آن مدي هذا المكان مشهور بشاهنات الجبل موسيقى مونار تشتق مونار اسمها من التقاء ثلاثة أنهارة موسيقى تشتهر مونار بزراعة الشاي موسيقى يعطي نظرة وإحساس مختلفين لأعيننا موسيقى الآن دعونا نذهب إلى بارل المشاهد المونة موسيقى 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 موسيقى